نور من العلم يستهديه يهديني غيم من الفكر يستسقيه يسقيني أمدت مني سؤالا نحو طلعته حتى جرى النور في شرح وتلقيني هنا سنعمر دنيانا ونسلحها ونعتني الخلد حيث الفقه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي جعلناه حديثا عن حادثة الإسراء والمعراج تلك الحادثة التي تمثل انتقالا روحيا وجسديا في وقت أزمة اشتدت بالعظيم صاحب الدعوة العظيمة رأى خلالها من آيات ربه الكبرى ما طبع في نفسه ارتياحا واطمئنانا لكن العجيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن عاد إلى الأرض ازداد رحمة بأمته وحرصا على إيمان العالمين وهو واحد من الحكم التي تقاصر المسلمون في بحثها فاليوم كلما تقدم مسلم على آخر في منصب أو تفوق عليه عسكريا ازداد عجبا عجبا وأمعن في الاستكبار ونظر إلى ذلك النصر بأنه مزيد شرف عند الله تعالى يحق له أن يتعالى به على الناس فأين هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نال تلك المكرمة العظيمة ولماذا تختلف الأمة في كل عام أمام هذه الحادثة العظيمة أيضا فيعود بعضهم على بعض بالتكفير حينا والتجهيل أخرى في حلقة اليوم نناقش جملة من العبر المستخلصة من هذه الحادثة مع فضيلة الشيخ القليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة كل عام وأنتم بخير ونرجو منكم أن تتابعونا في هذا اللقاء وفي هذا الحوار قضرة الشيخ أهلا ومرحبا بكم حياكم الله وأهلا وسهلا بكم نوجه لكم تهنئة خاصة بهذه المناسبة العطرة هنأكم الله بكل خير ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد أنثال هذه المناسبات على أمتنا وهي ترفل في أثواب العز والنصر والكرامة ونسأله جلت قدرته أن يحفظ عمانا وقائدها وأهلها من كل سوء ومكروه وأن يكتب لهم العز والنصر والتمكين إنه على كل شيء قدير آمين يا رب العالمين فضيلة الشيخ لماذا نحتفل بهذه الحادثة في كل عام ولم يكن هذا موجودا في الرعيل الأول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن أمثال هذه المناسبات التي تتعلق بذكريات مجيدة خالدة من ذكريات هذه الأمة ومن السيرة العطرة لسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام إنما هي في حقيقتها فرصة لتراجع هذه الأمة هذه الذكريات ولتستعيد هذه الحوادث ولتعود بذاكرتها دراسة واتعاضا وتذكرا لأمثال هذه اللطائف والفتوحات التي منى الله عز وجل بها على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لتستخلص منها العبر والعضات وعلى هذا فإن ما يتنازع فيه الناس اليوم مما يتعلق بالاحتفال بأمثال هذه المناسبات قد بالغ فيه بعض الناس وفرط فيه آخرون فقد وقعوا بين الإفراط والتفريط فمن الناس من يرى أن مجرد ذكر كلمة الاحتفال فإن ذلك يعني الوقوع في المحذور ويحشد للمنع من مثل هذا التوجه ما يسعفه من أدلة سواء كانت هذه الأدلة تتعلق بالعدم أي بعدم حصود مثل هذه الاحتفاليات في الرعيل الأول أو كانت تتعلق بالإحداث في الدين ومن الناس أيضا من يغالي وإذا به يعد أنثال هذه المناسبات فرصة أيضا للخروج عن شرع الله سبحانه وتعالى بدعوى محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتذاكر سيرته العطرة فيخرج أيضا عن حدود الشرع وعن أحكام هذا الدين ومن أجل ذلك فإنه لا بد أن نحدد ما معنى إحياء ذكرى من ذكريات هذه الأمة وتذكر حادثة حصلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها من الإعجاز والإكرام واللطف به عليه الصلاة والسلام وفيها من العظات والعبر والدروس لهذه الأمة ما لا يخفى وما لا ينبغي لهذه الأمة أن تفوت فإن المحذور هو أن ينصرف معنى الاحتفال إلى عبادات مخصوصة بمثل هذه المناسبة أو تلك بطقص من الطقوس أو شيء من الشعائر أو نسك من المناسك التي يؤديها الناس بسبب هذه المناسبة فإن ذلك محذور وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن مثل هذا وعده من الإحداث في الدين فالأيام ما لم يأتي دليل ناص على خصوصية لها فإنها سواء لا يصح أن تفرد بشيء من العبادات أو الشعائر أو المناسك سواء كانت هذه الشعائر أو العبادات صلاة أو صياما أو صدقة أو اجتماعا لذكر أو غير ذلك أما إذا كان مجرد تذكر وتعرف وتعلم وكان بعثا للعظات والعبر والدروس ومناقشة للحقائق العلمية المتصلة بتلك الحادثة فإن هذا مما لا حرج فيه إذ إنه لا يخرج عن دائرة التعلم والتذكر و الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه و ذكرهم بأيام الله و أيام الله عز وجل هي الأيام المشهودة التي جرت فيها حوادث من النافع للناس أن يعيدوا النظر فيها و أن يتأملوا في معانيها و دلالاتها لما ينفعهم في واقعهم و لما يعينهم على مستقبلهم و هذا مما لا إشكال فيه و لا ينبغي أن يخلط بالاحتفال مما علق في أذهان الناس أنه احتفال ديني مشوب ببدع و خرافات و شعائر تخص بها تلك المناسبة و إنما هذا لا يعد أن يكون مجرد تذكر و تذكير و تعلم و تعليم و كذا الحال بالنسبة إلى يعني لا ينحصر هذا التأصيل على ما يتصل بحادثة الإسراء و المعراج و إنما يقال مثل هذا في سائر المناسبات جيد فتذكرها و أخذوا العظات و العبر منها أمر محمود لا حرج فيه على أن ذلك أيضا لا يعني حينما تختارن بتواريخ معينة فإنه من اللازم أيضا أن ينبه إلى أن كثيرا من هذه الحوادث التي جرت في عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كثير منها لم يضبط تاريخه لا سنة و لا شهر و لا يوما حتى فنجد مثل هذا في حادثة الإسراء و المعراج فمن اللازم أيضا التأكيد على أنه لا اتفاق عند أهل العلم على تحديد تاريخها لا من حيث السنة التي جرت فيها و لا من حيث الشهر و لا من حيث اليوم نعم نعم استقر الرأي في العصور المتأخرة على أنها في شهر رجب و طائفة من العلماء يرون أنها في السابع في ليلة السابع و العشرين منه نعم لكن هذا التاريخ محل خلاف نعم كما تقدم في اليوم و في الشهر بل حتى في السنة لكن إجماعهم على أنها كانت قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و أنها على إثر حوالث مؤلمة حزينة جرت لنبينا محمد صلى الله عليه و آله و سلم عليه و سلم فجاءت لكي تكون تخفيفا و تسلية له عليه الصلاة و السلام و لكي تكون أيضا بعثا للهمة و سببا من أسباب نشر هذا الدين في الأرض و تجديدا لما تشتمل عليه دعوته من مراشد و هدايات يدعى إليها الناس نعم طيب فضل الشيخ يعني ما ذكرتمه هو منهج بالفعل للتعامل مع مجموعة كبيرة من المناسبات التي تحدثتم عنها و لكن يبقى أن الحدود المعقولة التي تحدثتم عنها فيما يتعلق بالتذكير و العظة لا تزال تحتاج إلى مزيد من التفصيل لأن حتى الذين يبالغون و يستخدمون شيئا من الطقوس يقولون أن ذلك يزيننا تذكرا لرسول الله صلى الله عليه و سلم فهل هناك ضوابط معينة حدود معينة أكثر توضيحا في الموضوع لا هذا خروج عن التذكر و التذكير و عن الاتعاض و استلهام العبر و الدروس إلى ممارسات عملية و الممارسة العملية في شأن من شؤون الدين لم يرد بها دليل هو من الإحداث في الدين لم تشهد لها أدلة عامة و لا جاءت بها أدلة تفصيلية خاصة فحينئذ يكون من الإحداث في الدين أي من الابتداع فيه و هذا هو المنهي عنه كإفراد بعض المناسبات أو بعض الأيام بصيام أو صدقة أو صلاة أو طقوس تكون فيها من الممارسات ما لم يشهد له الشرع بالاعتبار أما التعلم و التذكر و تصحيح بعض المفاهيم و لا ينبغي أيضا أن يكون ذلك أن تكون مثل هذه المناسبات مقترنة بتواريخ محددة يعني يسوق أن تكون في أي تاريخ و في أي وقت يتذكر فيها الناس أمثال هذه المناسبات و هناك باب آخر أيضا و هذا الباب يتعلق بسيرة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و فيه جهتان أما الجهة الأولى فهو جهة منزلته عند ربه جل وعلا فلا ريب أن نبينا محمدا صلى الله عليه و آله و سلم هو أعظم الناس منزلة عند الله تعالى و هو أشرف الخلق عند الله جل وعلا على الإطلاق هو سيد الثقلين هو إمام القبلتين و هو سيد الأولين و الآخرين إمام الأنبياء و المرسلين فكل ما كان مدعاة إلى تحقيق هذه المعاني فإنه مما ينبغي للمسلم أن يحرص عليه لأن تعرف المسلم على منزلة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عند ربه جل وعلا سبب لمزيد من الطمأنينة و الإيمان و اليقين و سبب أيضا للاعتزاز و الافتخار بالانتساب إلى أمة خاتم الأنبياء و المرسلين نبينا محمد عليه الصلاة و أسكى السلام و أما الجهة الأخرى فهي منزلته صلى الله عليه و آله و سلم الواجب دينا عند الناس في قلوب الناس فإيمان الواحد منا لا يكتمل حتى يكون حبه لرسول الله صلى الله عليه و آله أعظم من محبته لأي أحد كان فلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده و ولده و الناس أجمعين كما قال صلى الله عليه و سلم و تعبير المرء عن هذا الحب إنما ينشأ بعد أن يتعرف على سيرة هذا الحبيب و لذلك فإن أمثال هذه المناسبات مع ما نعانيه اليوم من ابتعاد عن علوم الشريعة إجمالا و عن سيرة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم هي فرصة للعودة إلى التعرف و إلى تعريف شبابنا و أجيالنا بخير قدوة على الإطلاق و لهذا فإن هذه الجهة هي سبب آخر من أحق أن تدرس سيرته و أن تراجع ذكرياته و أن تطالع الحوادث التي جرت له و أن يتعرف على منزلته عند ربه و الإكرام الذي بلغه و و اللطائف التي أسعفه بها ربه جل و على و تعامله كما أشرت في المقدم أيضا صلى الله عليه و سلم مع الناس بعد هذا الإكرام و بعد هذه المنزلة العظيمة و بعد ما أيده به من المعجزات من أحق من سيد الخلق على الإطلاق أن تدرس سيرته و أن يتعلم منه و أن يتأسى به و يقتدى و لهذا فإن أمثال هذه المناسبات هي محطات للتذكر على أن لا نخرج بها عن هذه الحدود المتقدمة طيب إذن بعد هذا فضلت الشيخ يعني هذه الحوادث بالفعل الناس تعاملت معها بطرائق مختلفة و المبالغات أدت بالناس إلى أن يذكروا فيها مجموعة من الإضافات سابقا تحدثنا معكم في حلقة ماضية عن الهجرة النبوية الشريفة و ذكرتم مجموعة من الأشياء التي لم تثبت هل هناك في حادثة الإسراء و المعراج أيضا أشياء لم تثبت و لكن الناس يتداولونها نعم هناك جملة من التفاصيل و الإضافات التي لم تثبت في حادثة الإسراء و المعراج لكننا قبل أن نتعرض لها ينبغي لنا أيضا أن نقرر الحقائق الثابتة المتصلة بهذا الموضوع و أولى هذه الحقائق هو حصول حادثة الإسراء بشخص رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بجسده و روحه و الدليل على ذلك واضح جلي في كتاب الله عز و جل فإن الله تعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فافتتاحوا السورة الكريمة بتنزيه الله عز و جل و تقتيسه دليل على أن المخبر عنه عظيم الشأن و أنه على خلاف مألوف الناس و لهذا استدعى أن يكون مفتتح السورة بهذا التنزيه و التقديس و التعظيم لله جل و علا ثم أنه جل و علا قال أسرى بعبده و الإسراء أسرا هو الانتقال ليلا فكلمة الإسراء تدل على أن الذي حصل هو أمر حقيقي مادي حصل بذاته بشخصه صلى الله عليه و آله و سلم و مع ذلك أكد بكلمة بوصفه صلى الله عليه و سلم أنه عبد في هذا السياق بعبده أسرى بعبده و الاستخدام القرآني كما هو استخدام اللغة لكلمة العبد إنما تدل على شخص حقيقي بجسده و روحه بكل كيانه و بكل إدراكه و جوارحه و أحاسيسه و مشاعره جميل و ذكر مبتدأ الرحلة و الغاية التي وصلت إليها بحروف الجر الدال على ذلك من و إلى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أيضا دليل على أن هذه الرحلة كانت انتقالا من مكان إلى مكان آخر و هذا لا يصح أن لو كان هذا الحدث حدثا في عالم الروح فقط أو في عالم الرؤية و المنام لأن ذلك لا يستدعي الانتقال من مبتدأ من محل إلى محل آخر بمؤكدات لفضية تدل على أن هذا الانتقال كان انتقالا حقيقيا فكل كلمة في هذه الآية الكريمة تدل على أن هذه الحادثة إنما حصلت لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بشخصه بروحه و جسده و الذي يؤسف له و هو أيضا من الحقائق التي يجب علينا أن نقف عندها هو محاولة كثير من الناس و فيهم بعض العلماء تطويع هذه الحوادث التي كانت محظة إكرام من الله تبارك و تعالى خارج سنن المألوف بتطويعها لمقاسات الناس المادية نعم للحسابات المادية سواء كان من شأها عقليا أو علميا مع أنها أريد لها أن تكون معجزات خارقة للعادة أن تكون خارج نواميس مألوف حياة الناس و بهذا استحقت أن تكون في محل الإعجاز نعم لم يرد لها أن تكون سببا للتحدي على صدق رسالة نبينا محمد صلى الله عليه و آله و سلم إلا حينما نص عليها كتاب الله عز و جل فمبعث الإعجاز حينئذ أنها مما اجتمل عليه القرآن العظيم الذي هو معجزة نبينا محمد صلى الله عليه و آله و سلم و معجزة هذه الرسالة الخالدة فإذا لا يسوق أن تطوع هذه الحوادث لمألوف الناس و نواميسهم و قياساتهم و حساباتهم و هذا هو الشأن فيما يتصل بعالم الغيب لأن عالم الغيب متصل بالتصديق و التصديق مبعثه اليقين و اليقين مبعثه ثبوت ذلك الأمر في مصدر قطعي و مصدرنا القطعي هو كتاب ربنا جل و علا و سأسوق لذلك أمثلة مما ورد أيضا في كتاب الله عز و جل كيف يمكن أن يفسر أحد من الناس أن عصى في يد موسى عليه السلام يتكئ عليها و يهش بها غنم و له فيها مآرب كما هو شأن سائر الناس في عصيهم تنقلب حية تسعى فيها حياة تلقف ما يأفك السحرة و الأفاكون ليست حياة عادية بل حياة تقضي على الشر و الباطل ثم تعود عصى هذه العصى يضرب بها البحر بعد ذلك فينفلق البحر إلى فلقتين كل فلقة منها كالتودي العظيم مع أن البحر سائل و مع ذلك يتخذ موسى عليه السلام طريقا في البحر يبسا حينما يضرب بعصاه البحر ثم يضرب بها الحجر فتنفجر العيون من ذلك الحجر كيف يمكن أن نخضع هذه المعجزات لحسابات الناس مع ما بلغوه من علوم و معارف في واقعنا المعاصر اليوم هذا عيسى عليه السلام يأخذ من تراب الأرض من طينة هذه الأرض التي ندوسها و يصنع منها على هيئة طير ثم ينفخ في هذا الطين ينفخ فيه فإذا به طير يرفرف بيناحيه و ينتقل من مكان إلى آخر أي قياس مادي يمكن أن يفسر لنا هذه المعجزة نعم ميت يراه الناس أنه ميت فارقت روحه جسده و تنقضي على وفاته مدة ثم يلمسه عيسى عليه السلام فتعود إليه الحياة و ليست أي حياة و إنما حياة عاقل يسأل فيجيب و يستدل و يرشد و يبين ثم يعود إلى عالم المرزخ فلئن كانت هذه الحوادث محل تصديق فكيف تكون هذه الحادثة التي أكرم بها سيد الأنبياء و المرسلين صلى الله عليه وسلم الذي جاء بكلمة الله تعالى الخاتمة للناس أجمعين إمام الأنبياء و المرسلين كيف بعد ذلك نحاول أن نخضعها لهذه الموازين المادية و لما ينصرف المسلمون اليوم عما يتصل بعالم الروح عما يتصل بعالم القلب و الفؤاد و محاولة إنعاش هذه الجوانب الروحية القلبية في نفوسهم حتى يستلهم المدد الذي أوحاه الله سبحانه و تعالى إليهم في كتابه الذي أوحاه إلى نبيهم محمد صلى الله عليه و آله و سلم إذن من الحقائق الثابتة التي ينبغي للمسلمين اليوم أن يتقنوا فهمها منهجا أن عالم الغيب إنما يحصلوا بالتصديق بحسب الأدلة القطعية التي وردت به و دلت عليه و هذا يستلزم الانتقال إلى حقيقة أخرى ستقودنا إلى سؤالكم وهي حادثة المعراج أيضا و إنما قبل أن نأتي إلى المعراج و التي أيضا ثارت حولها مجموعة من الكتابات أو الشكوك إن صح التعبير هل هي وقعت أو لم تقع نريد فقط أن نعود مرة أخرى إلى ما يتعلق بالسؤال الذي أجبتم عليه الناس التي تفعل هذا و تخضع مثل هذه المعجزات للمقاييس المادية التي يؤمن بها الإنسان هم من المسلمين أنفسهم و ذكرت أن بعضهم من العلماء نعم ما السبب الذي يدفعهم إلى ذلك هل هو الخوف من أن لا يصدق الإسلام في مثل هذه المعجزات والحوادث أم لأمر آخر ترونه ليس بالضرورة أن يكون من شأ ذلك الخوف لكن بعض أهل العلم إنما رأوا تضارب الروايات نعم فمن شأ ذلك عند أهل العلم إنما هو اختلاف الروايات التي ذكرت التفاصيل و كان هذا الاختلاف في تاريخ الحادثة و في كيفيتها و في ما حصل فيها من تفاصيل نعم فإغراقهم في النظر في هذه الفروع و التفاصيل أدى بهم إلى محاولة جمع هذا الشتات بما يمكن أن يكون أدعى إلى القبول بكل ما ورده هذا هو الحال عند أهل العلم أما غيرهم فقد تكون لهم مقاصد من التشكيك في الدين أو من التأثر بمناهج تدعو إلى إخضاع كل أمر من أمور الدين إلى مقاييس العقل و إلى موازين المادة و هذا غير صحيح و قد نبه عليه العلماء جميعا و منهم من تأثر بدعاوى باحثين سواء كانوا من أعداء هذا الدين أو من مستشرقين أو من ملاحدة أو من جهلة أو من ذوي أطماع أو من من يبثون الفرقة إلى غير ذلك مع ضعف في الحصيلة العلمية و لهذا لا بد من اغتنام هذه المناسبات أيضا لرفع حصيلة المسلمين و وعيهم بمثل هذه الحوادث لا سيما الشباب لأنهم اليوم يقرؤون و يطالعون فإن لم يكونوا على حصانة و وعي فإن فقدانهم لهذه الوقاية سيوقعهم بعد ذلك في الشبهات و بالتالي فإن على الدعاة و العلماء أن يناقشوا هذه الشبهات و أن يبينوها للناس لا سيما للشباب اليوم بما يورثهم القناعة و الطمأنينة و بما يبصرهم بالمنهج الصحيح في التعامل مع مثل هذه القضايا نعم طيب ننتقل الآن إلى موضوع المعراج نفسه و ربما هو الذي نال أكثر من غيره يعني جدلا و حوارا في المعراج يتحدث البعض أنه لم يرد في آية الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا نعم إنما وردت إشارات إجمالية ربما لا تسعف إلى القول بأنه وقع حقيقة إلى ماذا تذهبون في هذا الرأي و ما الأدلة التي يمكن أن يقتنع به المعراج وردت به إشارات تكاد تكون صريحة في سورة النجم فالله سبحانه و تعالى حينما قال و لقد رآه نزلة أخرى أي أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله و سلم رأى جبريل على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها عيانا في هذه المناسبة و هذا يدل عليه حديث عائشة لما سألها مسروق هل رأى محمد ربه فقالت لقد قف شعري مما قلت ذلك جبريل رأاه رسول الله صلى الله عليه و سلم عليه و سلم ليلة أسري به فقولها ليلة أسري به دليل على أن ما وجد أيضا عند السلف رضوان الله تعالى عليه من الصحابة و التابعين أنهم يطلقون الإسراء على ما يشتمل على حادثتي الإسراء و المعراج لأن الإسراء يعني الانتقال ليلا صحيح أن المعراج يعني العروج صعودا إلى الأعلى لكن هذا انتقال بليل و لذلك فإنه يصدق عليه لغة أنه إسراء أيضا و قد وجد هذا التوسع و التجوز في الاستخدام حتى في مثل هذه الروايات ثم قال و لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغش السدرة ما يغشى ما زاغ البصر و ما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى نعم إذن هذه إشارات واضحة على حصول حادثة المعراج ثم المقدار المشترك و هذه مسألة مهمة نعم الروايات التي وردت في بيان تفاصيل حادثة المعراج لا يمكن أن يؤخذ بها جميعا نعم لكن القدر المشترك في الروايات الصحيحة منها يبلغ حد التواتر المعنوي القدر المشترك هو إثبات حصول حادثة المعراج نعم و على هذا كان إجماع علماء الأمة إجمالا أيضا لا من حيث التفاصيل و إنما من حيث الوقوع قد يكون هناك فيما يتصل بالتفاصيل كما تفضلتم في السابق بالسؤال هل كان بالروح و الجسد أو بالجسد فقط لكن الإيمان إجمالا بحصول المعراج هو أمر متفق عليه بقي التفاوت و الخلاف في هذه التفاصيل نعم و لذلك فإننا حينما نتحدث عن أمر غيبي و نقول بأن الواجب فيه التصديق فإن التصديق إنما يكون بأدلة قطعية سواء كانت في كتاب الله عز وجل أو كانت أحاديث متواترة لفظا أو معنى نعم من سنة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم نعم و هنا قد ندخل اعتراضا على أولئك الذين ينكرون المعراج و يثبتون الإسراء نعم ما هو الداعي إلى إنكار المعراج ما هو السبب في إنكار المعراج هل لكونه صعودا في السماوات نعم إذن ما الذي سوغ قبول الإسراء أن يحصل أن تحصل حادثة الإسراء و يثبتها هؤلاء و أنها حصلت بنص القرآن الكريم بهذا العبد الذي اصطفاه الله عز وجل بهذا الإلطاف و الإنعام و المدد الإلهي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ذلك الوقت فإن هذا أمر خارج للعادة لا يمكن للعقول أن تفسره لا يمكن أن توجد له إلى اليوم لا يمكن أن توجد له تفسيرا علميا يسعف المتلقين على قبوله بناء على حقائق علمية نعم و إنما إيمانهم به لنص القرآن الكريم عليه و لتسليمهم بأن الله سبحانه و تعالى قادر على ذلك و أن نبينا محمد صلى الله عليه و آله و سلم مستحق لمثل هذا الإكرام نعم فانتقاله إلى المسجد الأقصى في رحلة الإسراء و إثبات ذلك كاف للإيمان أيضا بإمكان حصول حادثة المعراج نعم لأنها جميعا خارج مألوف الناس و نواميس هذه الحياة و مقاييسها المادية كما تقدم نعم يعني بالإضافة إلى ما ذكرتنا فضلت الشيخ بعض الكتاب الذين هم ربما من الفريق الآخر يذكرون أن حادثة المعراج وجد لها شبيه في كتاب زرادشتي فارسي يكاد ما وقع في ذلك الكتاب يحاكي تماما ما وقع في حادثة المعراج فاستخلصوا من ذلك أن المسلمين نقلوا حادثة المعراج من ذلك الكتاب إنما غيروا الأسماء و الصفات ما رأيكم كيف تبحث هذه القضية؟ نعم هذه القضية تبحث من جهتين اثنتين نعم الجهة الأولى و هي الأهم عندي نعم قضية المنهج ما هو المنهج بالتعامل مع مثل هذه الكتابات نعم كيف يتعامل هؤلاء الذين يتلقون مثل هذه الروايات مثل هذه المعلومات لنقول كيف يتعاملون معها كيف لا يعملون المناهج العلمية في تمحيص هذه الكتابات و في نقدها و في تتبع أصولها نعم لماذا يسمحون لأنفسهم بقبولها هكذا و هم عمي العيون عمي الأبصار في حين أنهم لا يقبلونها من كتب المسلمين في حين أنهم لا يقبلونها من كتب المسلمين نعم مع أن المسلمين محصوها أيضا يعني حتى كتب الروايات التي تعرضت لهذه الحادثة تجدوا أن علماء أجلاء قد بحثوا هذه الروايات و محصوها و بيّنوا أوجها الضعف فيها و بيّنوا ما يقبل منها و تحدثوا عن الاضطراب فيها نعم تحدثوا هم بأنفسهم عن ذلك لكننا نجد أن صنفا من الناس يضطرح كل ذلك لكن ما إن ترد معلومة كتبها مستشرق أو شانئ بهذا الدين أو غربي أو شرقي لا ينتسب إلى هذا الدين فإنهم يتلقفونها بالقبول دون تمحيص و دون نقد و دون دراية و وعي نعم و هذا خلل في المنهج صحيح لا مانع من أن تدرس هذه الروايات و أن تنقذ و أن تمحص و أن تفحص بل هذا هو المنهج العلمي أن تبحث في لغتها في تاريخها في ظروفها و أحوالها أن تعرض للمنهج العلمي في الدراسة هذا هو كل ما نريد جيد لو فعل باحثونا و كتابنا و شبابنا ذلك لثبت لهم أن نسبة أخذ المسلمين لهذه الحادثة من تراث زرادشتي فارسي غير صحيح نبدا بل العكس هو الصحيح جيد لأن من أوائل من ادعى ذلك جولد زيهر ثم بدأوا ينقلون عنه نقل عنه مستشرقون ثم نقل عنه مستغربون نعم و تلقاه للأسف الشديد بعض علمائنا بعض كتابنا و بعض الباحثين دون تمحيص و دون روية و إعمال فكر نعم فنقلوه و كما تقدم فإن الذي وجد عند هذا التراث من القصص الزرادشتي نعم هو أمر حادث بعد ما لا يقل عن مئتي عام من حادثة الإسراء و المعراج و هو تراث كما يقال في الإكلوري نعم و الموسوعة الفارسية نفسها تنص على ذلك و أنا نفسي وجدت من غير العلماء المسلمين ممن يتحدث عن هذه القضايا التاريخية و حاولت قبل مجيء أن أبحث عن هذا المصدر لكن ما أسعفتني التقنية اليوم نعم من ينص أيضا على أن هذا من آثار تراث المسلمين في التراث الإنساني العام نعم و ما اقتصر على يعني ذكر حادثة الإسراء و المعراج و إنما ذكر أيضا ما يتصل بحادثة الهجرة ما يتصل بميلاد رسول الله صلى الله عليه و آله و صلى الله عليه و سلم و نقل كيف أن أن القصصة و الفلوكلور الموجود لدى الشعوب سواء كانت متدينة بملل سماوية أو كانت بملل تقليدية من وضع الناس فإنها تأثرت بما وجد لدى المسلمين و كل ما أوجدوه و نسبوه إلى تاريخهم و إلى تراثهم في حقيقته كان حادثا بعد اطلاعهم على ما لدى المسلمين من تراث هذا لا يعني أن كل ما وجد أيضا في تراث المسلمين إنما يتلقى بالقبول بل لا بد أيضا من دراسته و تمحيصه و تمييز غثه من سمينه و صوابه من خطائه ما ذكرتم فضيل الشيخ يذكرني ببعض الروايات التي كتبت في العصر الحديث و نازلت على جوائز عالمية على كل حال لا نريد أن نخصص و نعين هذه الروايات أخذت قصصا من القرآن الكريم حولت فيها الأسماء و حولت فيها ربما بعض الأماكن أو أسماء بعض الأماكن و حصل فيها صاحبه على جوائز يخشى في مستقبل الأيام أن يأتي من يقول بأن القرآن أخذ قصته من تلك الرواية و أهل مجرى الآن نريد أن ننتقل ربما لأن الوقت أصبح ضيقا نريد أن ننتقل إلى قضية يعني نرى أن الاشتغال أيضا بمثل بنقاشات هذه الأمور يعني أصبح كبيرا إلى حد أننا أغفلنا قضية مهمة كما أغفلها أيضا السياسيون و أغفلها الكتاب تماما هذه القضية تتعلق بالمسجد الأقصى نريد بداية أن نسأل ما المغزى الذي لا بد أن تستوعبه الأمة في ربط هذه الحادثة بين المسجد الحرامي و المسجد الأقصى أمرز الدروس هو هذا الذي تشيرون إليه من ارتباط المسجدين لأن هذه الرسالة هي وارثة الرسالات المتقدمة فنبينا محمد صلى الله عليه و آله و سلم هو خاتم الأنبياء و المرسلين و قد أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى و في هذا دليل على أن هذه الأمة ورثت المقدسات التي أعلى الله سبحانه و تعالى شأنها و المشاعر العظام التي احتلت منزلة و تبوأت مكانة في تاريخ الرسالات السماوية في تاريخ الأنبياء و المرسلين و في صدارتها المسجد الأقصى و هناك أحاديث أن المسجد الأقصى هو أقدم المساجد على الإطلاق لأن بناءه كان بعد وضع البيت في هذه الأرض فكان بناء المسجد الأقصى بعده بأربعين عاما كما في بعض الروايات الصحيحة فهذا الارتباط بين المسجد الأقصى و المسجد الحرام دليل على أن بل من العلماء من يقول و ما بينهما و يشمل ذلك قطعا المسجد النبوي في المدينة المنورة حتى أن مع كون الحادثة كانت قبل الهجرة قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه و عليه وسلم إلا أن اختيار المسجد الأقصى دليل على أن هذه البقعة التي شهدت مبعث الأنبياء و المرسلين و كان المسجد الأقصى هو من الأماكن التي هاجر إليها أكثر الأنبياء و المرسلين فإن ارتباطها بهذه الحادثة حادثة الإسراء و المعراج دليل على أنها غدت من ميراث المسلمين و أنها صنوا البيت الحرام و لهذا فقد كانت أولى القبلتين كان رسول الله صلى الله عليه و عليه وسلم يتجه في صلاته إلى المسجد الأقصى و فبذلك استحقت أن تكون أولى القبلتين ثم هي مسر نبينا محمد صلى الله عليه و عليه وسلم و إمامة نبينا محمد صلى الله عليه و عليه وسلم بالأنبياء و المرسلين دليل على أن رسالته هي كلمة الله عز وجل الأخيرة للناس أجمعين و أن دعوته يدعوى الخاتمة و أن الذي سيكرمه به من معجزات إنما هي معجزة خالدة باقية للناس أجمعين و أن رسالته للعالمين فنفس هذه الحادثة تدل أيضا على هذا المعنى و من الواجب على هذه الأمة و هي تستذكر هذه الحادثة أن تتذكر الأقصى و منزلته و أن تتذكر حقوقه عليها و أن تتذكر أن من واجبها أن تحرره و أن تخلصه من كيد الأعداء الغاصبين و أن تجعله كما أراده الله عز وجل مكانا لتوحيده و عبادته و لإعلاء شعائره فهذا من الواجبات التي لا بد أن تتذكر و نحن نمر على مثل هذه الذكرى العطرة إنما فضلت الشيخ أيضا المسجد الأقصى الذي تحدثتم عن أهميته الآن و أنه في هذه الحادثة لا بد أن يضع المسلمون اهتمامهم كاملا فيه الملاحظ أن المسجد الأقصى عندما تنشب صراعات بين المسلمين أنفسهم ينسحب من الخطب من المقالات من الكتابات و يتناساه الناس بشكل مخيف ما خطورة نسيان المسجد الأقصى و تلك البقاء الطاهرة على الأمة نفسها نسيان المسجد الأقصى هو محو لركن من أركان عقيدة المسلمين و حضارتهم و يوم أن يفرطوا في المسجد الأقصى فإنهم سيفرطون تباعا في أركان دينهم و في معالم حضارتهم و الدليل على ذلك أن الله سبحانه و تعالى حتى حينما حكى حادثة تحويل القبلة قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها فهذا الجعل هو جعل تشريعي و ليس جعلا تكوينيا خلقيا و إنما هو جعل تشريعي و حينما أتى لهذه الحادثة قال من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله و ذكر ما يتعلق ببعض الحوارث التي جرت في هذه الأرض المباركة و قال فيها و إن عدتم عدنا و جعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم و يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا و الأخطر من ذلك أن يشتغل المسلمون بصراعاتهم و بهذه العصبيات الناشبة فيما بينهم فيورثهم ذلك ابتعادا عن مراشد دينهم و هذا هو مطمح أعداء هذا الدين لأن الإحصائيات اليوم التي تخرج من مراكز الدراسات الاستشرافية الاستراتيجية نعم تقول بأن نسبة المسلمين بعد عشر سنوات من الآن نعم ستبلغ واحد و ثلاثين في المئة أين؟ في العالم في العالم مقارنة بالمنتسبين إلى سائر المللي و الأديان سيكون المسلمون ثلث سكان العالم نعم و هذا يعني تغييرا في السياسات تغييرا في ما يعرف بالبنية السكانية الديمغرافية نعم تغييرا في السلطة و المؤسسات نعم و بعد جيلين أو ثلاثة مع نهاية هذا القرن سيكون ستكون الغلبة العددية للمسلمين سيجاوزون الخمسين في المئة يعني نحن نتحدث عن من الآن عن خمسة و ثمانين عاما من الآن نعم ستكون الغلبة العددية للمسلمين لأنهم سيجاوزون الخمسين في المئة نعم إدراك المسلمين بهذه الحقائق يفسر لهم كثيرا مما هو حاصل اليوم نعم لأن هناك مؤامرات يراد من ورائها أن يصرف المسلمون عن بلوغ مثل هذه الغايات نعم مع أن بلوغ المسلمين إنما هو لأسباب ذاتية في هذا الدين لأنه موافق للفطرة لما يجتمل عليه أيضا و لما يجتمل عليه أيضا من مواءمة بين الروح و الجسد نعم فهو يطفئ أشواق الجسد يلبي حاجات الروح كما أنه أيضا يطفئ حاجات العقل حاجات العقل و مطالب الوجدان و العاطفة فتجد أن الناس يقبلون عليه مع قليل جهد من بعض الدعاة المصلحين فكيف لو تنبه المسلمون إلى هذا الذي يراد بهم فأتلفت قلوبهم نعم و تعاونت جهودهم و تضافرت كلمتهم على نصرة هذا الدين نعم و على إبلاغه للناس كافة ذلك متحقق بحول الله لأن الله غالب على أمره فضيلة الشيخ يعني بما أننا نتحدث عن المسجد الأقصى منذ أن وقع المسجد الأقصى تحت الاحتلال و الأمة الإسلامية لا تتماسك لها وحدها هناك من يقول بأن مشكلات العالم الإسلامي و صراع المسلمين مع بعضهم إنما يدفع إليه أولئك المحتلون أنفسهم حتى يبعدوهم عن الاهتمام بالمسجد الأقصى فأصبحت هذه الصراعات بمثابة الثقب الأسود التي ستختفي منه أو ستختفي معه كثير من الدول المسلمة هذا الكلام ما رأيكم فيه لا بد لنا حينما نحاول أن ندرس واقع المسلمين و نعود إلى كتاب الله عز وجل فإننا سنجد أن هناك سببين السبب الأول هو من ذات المسلمين أنفسهم فالله تعالى يقول أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم و الواجب علينا أن نعترف بتقصيرنا و تخلينا عن مسؤولياتنا و تقاصرنا عن أدائنا لأماناتنا و تراجعنا الحضاري و تخلفنا العلمي هذا الاعتراف لا يراد منه إلا البناء و يراد منه تصحيح هذه الأوضاع و معالجة هذه المشكلات حتى نتحمل قسطنا من المسؤولية و لا نلقي باللائمة على غيرنا دوما فنبرئ أنفسنا من المسؤولية و الأمانة بل الواجب أن نتحمل و لو فعلنا ذلك لأمكن لنا حينئذ أن نعالج السبب الثاني أو السبب الآخر و هو سبب خارجي و السبب الخارجي إنما يكمن في مكائد أعداء هذا الدين و من صلب مكائدهم إبعاد المسلمين من صلب مكائدهم إبعاد المسلمين عن مقدساتهم و في صدارة هذه المقدسات المسجد الأقصى لأنه يأتي بعد المسجد الحرام و بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في المنزلة و المكانة في هذا الدين فحينما يتمكن أعداؤنا من مسح منزلة الأقصى و مكانة القدس من ذاكرة شبابنا و أجيالنا فإن الدائرة بعد ذلك ستدور على سائر المقدسات و على أركان هذا الدين و ستمحى أيضا من ذاكرة تاريخ هذه الأمة الحضارية الكثير من الأمجال و البطولات التي من الواجب أن يستلهم منها المسلمون العبر و العضات المتعلقة أيضا بأمرين اثنين المتعلقة بأخذهم بالأسباب التي أودعها الله سبحانه و تعالى نواميس في هذه الحياة من أخذ بها ساد و غلب فإن على المسلمين أن يدرسوا هذه الأسباب أن يدرسوا هذه الأمجاد و البطولات لكي يأخذوا منها أسباب القوة لكي يأخذوا منها كيف يعالجون أوضاعهم و كيف يصححون أخطاءهم وأما الأمر الثاني فإنه يتصل بهذا الجانب الإيماني الذي يجدد في أمثال هذه المناسبات التي يطلق فيها المسلم العنان لروحه لكي تحلق في هذا المدد الرباني الذي يكرم الله عز وجل به صفوته من خلقه و من سار على طريقهم لأننا نجد في حالثة الإسراء و المعراج أنها جاءت في وقت اشتدت فيه الظروف و اجتمعت فيه الخطوب و ادلهمت السبل أمام رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و ضاقت به الحال حتى شارف بانفطار قلب و حزن نفس شارف على اليأس فجاء هذا المدد الرباني جاءت هذه اللطيفة لكي تؤنس قلب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و لكي تسعفه بهذه الإشراقات النورانية أن وراء هذه الأسباب المادية أسبابا بيد الله سبحانه و تعالى فهو مسبب الأسباب و هو الذي بيده تهيئة الظروف و الأحوال و هو الذي ينصر من نصره و لذلك فإن على المسلمين أن ينظروا في هذه المعاني حينما تمر بهم أمثال هذه الذكريات طيب حضرت الشيخ هناك قضية أخرى بما أننا في حادثة الإسرائي و المعراج و المسجد الأقصى و المحور الرئيس فيها في المقابل أيضا بما أننا قلنا بأنه منذ أن وقع المسجد الأقصى تحت الاحتلال لم تتماسك للمسلمين وحده في المقابل أيضا هناك من يقول أنه عندما بدأ المسلمون يصطرعون مع بعضهم و بدأت تحدث مشكلات في اليمن في سوريا في العراق في غيرها شهدت فلسطين حالة من الهدوء و لا تذكر الآن حوادث مؤلمة أو تنقلها الأخبار من هناك فهل يعني هذا أن ما تلقاه أو ما تلقته فلسطين بشكل عام من الآلام من إخوانها أكثر مما تلقته من أعدائها و إنهم عندما يشتغلون عنها ترتاح قليلا أم أن هذه حركة تكتيكية يراد منها أن تكون راسخة في ثقافة المسلم لتنظف إلى نوع التجهيل ما رأيكم و لا يبعد أن يكون هذا من التخطيط المرسوم له لكن أيضا ينبغي لنا أن نغوص في بحث الأسباب و في ظني أن من الأسباب أن قضية فلسطين ما عادت الشغل الشاغل لوسائل الإعلام بسبب هذه الصراعات الحاصلة في داخل بلاد المسلمين و في البلاد العربية تحديدا فتصدرت أخبار هذه البلدان فكان ذلك على حساب ما يحصل في فلسطين و ما يحصل في القدس و إلا فإن عدوانهم و طغيانهم و بغيهم و اعتداءاتهم لا زالت مستمرة قائمة لكنها للأسف لا تجد طريقها إلى وسائل الإعلام و هذا أثر جانبي لكنه لا يقل خطورة عن محو هذا المعلم المقدس و هذه المنزلة التي يجب أن يتبوأها الأقصى في نفوس المسلمين من واقع المسلمين فالواجب أن تراجع أن تدرس هذه القضية دراسة عميقة من مختلف جوانبها لكن لا ينبغي لنا أن نغفل عن هذه القضية و أنها قد تكون أمرا مخططا له كما أنها إنما بسبب هذه الحوادث لم تجد طريقا إلى وسائل الإعلام كما أنه لا يبعد أيضا أن يكون تواطئ بعض المسلمين مع الأعداء هو الذي أيضا يشعل لهيب الفتن و نيران الاحتراب حتى داخل فلسطين نفسها إذن هذه الحادثة معنى ذلك أنها تحمل الكثير من الدروس و العبر و تنبه المسلمين بالفعل كما ذكرتم إلى الكثير من المناطق الخطرة التي يجب عليهم أن ينتبهوا لها شكرا لكم فضل الشيخ على هذا اللقاء و نهنيكم بالمناسبة مرة أخرى و نسأل الله تعالى أن يعيدها علينا و عليكم على الأمة الإسلامية بكل خير آمين بارك الله فيكم عزائنا الكرام شكرا لكم على هذا اللقاء و كل عام و أنتم بخير أي شكرا لكم على متابعتكم لهذا اللقاء و كل عام و أنتم بخير و نلقاكم بحول الله تعالى في مناسبات أخرى حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى سنعلن عنها في شبكات التواصل إلى ذلك الحين نستولعكم الله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة